اليوم هو 20 مي هو الاحتفال العالمي هو اليوم العالمي للنحل هذا يقررته اللومة المتحدة بتاريخ 20 ديسمبر 2017 وتم أول احتفال به سمت 2018 ومن ساعتها أصبرها احتفال سنوي اليوم العالمي للنحل هذا يجع لأساس أنه تكثيف التحسيس بأهمية النحل والملقحات بصفة عامة نظراً للمخاطر والتهديدات الوجودية اللي يعنيها الملقحات بصفة عامة والنحل بصفة خاصة يعني ثم تهديدات من خلال تغيرات المناخية ارتفاع درجة الحرارة هذا يتهديد كبير وكبير جداً كذلك تهديدات من خلال ممارسات الإنسان عديدة هي المشاكل بتاع النحل كما القطاعات الكل لكن نحن نبدو بتغير المناخ خاطر نحن شنو نطمحه نطمحه إلى إيجاد نحل مستدام والنحل هذية باش لاجيال القادمة تستنفع منه كملقح للبيئة وباش تستنفع منه من خلال منتجات نحلية معناها راقية وصحية ويأكلوها كما العسل كما البولين كما خبز النحل كما غيره بروبوليس وغيره واستعمالات عديدة وعديدة جداً طبعاً التغير المناخي هو درجة الحرارة القصوى سواء كان عالية ولا هابتها درجة الحرارة تأثر كثير في النحل وخاصة في الحظمة الحظمة اللي هي اليرقات اللي هي فتور معناها نحلات المستقبل اليرقات هذا ما لابد أن يعيشوا في مكان تكون فيه الرطوبة بين 50 و70 درجة وتكون معناها درجة الحرارة في معدل 35 درجة مئوي إذا كان طبعاً درجة الحرارة تحت المعدل هذا اليرقات هذه تموت وإذا ماتت اليرقات معناها فماش نحل بشي عاوظنا لكن نحل ذاك الموجود كذلك من بين المشاكل هي مثلاً الجودة جودة المنتجات جودة المنتجات بصيفة عامة أكثر معناها النحلين بصراحة ما يحفقوش إنتاج عسل ذي جودة عالية الابليكاسيون بتاعنا تعطي برشة ميزات للفلاح بيش تربحوا وقت وتربحوا في المنتوج ومنها أنك تتبع نحل متاعك الداخل والخارج بيش تعرف كان نحل متاعك مثلاً بعد ومعادش رجع تتبع اسكل بلاصف فيها ميكلة وقلالية وذلك ديكتي البولين راحيق النحل في سقين النحلة ديكتي كان فيما البرازيت والفارواء اللي هي بارازيت مع تجيئة للخالية وتناجب تقتلها في ظرف أربع سنين خالية كاملة تقتلها ديكتي كان فيما صوت متاع واروار واللي هو عصفور يكل النحل يكل 250 نحلة في النهار الشيء ذي الكلو ديكتي وتخرجهولك في شكل ديزاليرت في الابليكاسيون بتاعك وذي يعاون الفلاح حتى يبدأ بعيد معناها مش رح ذا المنحلة متاعه أنه يتبع المنتوج متاعه ويتبع النحلة متاعه وذي بشي نجم يزيد يطور في المنتوج ويكبر من العدد اللي نجم يخدم عليها من المنحلة